أصدرت البلديات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في ندوتها المنعقدة بالعاصمة الإسبانية مدريد بيانا جددت فيه تأكيد دعمها للشعب الصحراوي وقضيته العادلة وحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما وردته وكالة الأنباء الصحراوية ونقلت الوكالة عن بيان للبلديات الإسبانية ذكرت فيه بأن شعب الصحراء الغربية ناضل أكثر من خمسين عاما من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير من خلال استفتاء حر وديمقراطي معترف به من خلال العديد من قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وأن المسألة الصحراوية مدرجة بالأمم المتحدة كخضية تصفية استعمار لم تكتمل بعد بسبب الاحتلال المغربية